السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن Ants and spiders Ants Anamels Spiders العناكب نتعلم بعض المفردات والحقاق عن هذين الكائنين What does an ant look like كيف تبدو النملة وما هو شكل النملة An ant is an insect It has six legs and two antennae Ants use their antennae to feel, smell and taste These ants are using their antennae to communicate What do you think they are saying An ant نملة واحدة بمعنى one ant لدينا والآن باللغة الإنجليزية بمعنى one الآن نستخدمها قبل الفول letters قبل الأحرف الصوتية لحظ A تبدأ بحرف الصوتية نستخدم an الآن نستخدمها قبل كلمة book كتاب بعدنا البيع بمعنى بمعنى an ant is تكون an insect حشرة insect حشرة لحظة استخدمنا أيضا an لماذا؟ لأن تبدأ الكلمة بحرف صوتي vowel letter an ant is an insect it has لديها أو تملك طبعا it تعود على الانت النملة مش ما أعيدها مرة ثانية نضع الضمير it it has six legs لديها ست أرجل and two antenna و قرني استشعار اللاحظ إذا حذفنا ال-e antenna قرن استشعار واحد نضع a تصبح antenna قرون استشعار لأن في عدنة two إذا المفرد منها antenna 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 and use their antenna to feel smell and taste تستخدم النمل قرون الاستشعار أو قرونها الاستشعار to feel لتشعر smell تشم and taste تتذوق لاحظ feel smell and taste وتتذوق لاحظ إذا كان عندنا list of things يعني مجموعة أو قائمة من أشياء هنا عندنا أفعال feel smell taste لا نضع feel and smell and taste أبداً نضع بين آخر فعلين أو شيئين في القائمة and القبل نضع كما فاصلة these ants are using their antenna to communicate هذه النملتين أو النمل يقصد بها هذه اللحظة لأننا استخدمنا مستمر إذا كان ما تتكلم باللحظة هذه عن الصورة استخدم these ants use يعني مضالع بسيط لأنه حقيقة علمية لكن أتكلم أنا are using their antenna يستخدمان قرون أو قرني استشعارهما أتكلم عن هذه النملتين في هذه اللحظة ومعتم استمر لاحظ قرون استشعار to communicate ليتواصلوا مع بعضهم البعض لاحظ communicate communicate نصلا نكتب talk يتحدث what do you think ماذا تعتقد أو ماذا تظن أو برأيك what do you think برأيك أيضا what do you think ماذا تعتقد أو ما رأيك ماذا تظن برأيك they are saying ماذا يقولا what do you think they are saying ماذا تعتقد بأنهم يقولوا اللحظ do فعل مساعد ساعدنا تشكيل السؤال بهذه المكان لا نكتب are they saying مرتين خلاص هذه فعل مساعد أكتب الجملة كما هي they are saying ماذا يقولا where do ants live ants live in big groups some ants build homes with many rooms under the ground where do ants live أين تعيش أو أين يعيش النمل لاحظة بالمضارع البسيط لماذا لأنه حقيقة علمية حقيقة علمية نستخدم زمن المضارع البسيط نستخدم الفعل المساعد do لماذا do لأن عدنا ant جمع مع الجمع نستخدم do مع المفرد does ants live in big groups يعيش النمل في مجموعات كبيرة لاحظ big adjective صفة باللغة الإنجليزية الصفة تأتي قبل الموصوف لأنه نقول groups big مجموعات كبيرة big groups الصفة تأتي قبل الموصوف دائما وأبدا في اللغة الإنجليزية some ants build homes يبني بعض النمل homes منازل أو بيوت with be ونعرف with أيضا مع be many rooms بي العديد من الغرف أو rooms الحجر room حجرة rooms حجر under تحت the ground تحت الأرض where do ants go to find food they leave a small trail they carry their food home following their smell trail ants eat leaves seeds bugs and other things يأكل النمل الورق يعني ورق الأسجار من كلمة leaf ورقة باللغة الإنجليزية إذا كانت كلمة امتهى بF نريد أن نحول الجمع نقلب الF إلى V ونضيف ES leaves أوراق seeds بذور أو البذار bugs حشرات and other things وأشياء أخرى when ants go to find food عندما يذهب النمل لي find يبحث أو يجد food طعام they leave a small trail يتركون they عايدة عن نمل مش لم يعده مرة ثانية ضمير they leave a small trail trail بمعنى أثر أو مر يعني أثر مثل trace أثر small trail أثر صغير they carry carry يحمل their food طعامها تحمل طعامها home للمنزل لا نقول to home خلاص home following تابعة follow يتبع following تابع their smell trail تابعة أثرها ذو الرائحة smell trail what does spider look like spiders are not insects all spiders have legs they don't have antenna or wings some spiders have eight eyes and some have six but most spiders can't see very well what does spider look like نفس سؤال لسنب ant وضعنا spider كيف يبدو منظر أو مظهر العنكبوت أو شكل العنكبوت spiders are not insects العناكب ليست حشرات يعني لا تكون حشرات ليست حشرات all spiders جميع العناكب have eight legs لديها ثمان أرجل ليس لديهم أيضا they spiders ليس لديهم قرون استشعار or wings أجنحة wing جناح wings أجنحة بعض العناكب لديها eight ثمان عيون and some some spiders have six لديها ستة عيون but must spiders can't see very well لكن معظم spiders العناكب can't see very well لا تستعن ترى بشكل حسن لحظ can't هي اختصار لي can not نختصرها نحذف عندنا ال-n وال-o نستخدم بداية أبصرف can't لا يستطيع where do spiders live يعني هنا تعيش العناكب some spiders live under the ground others make webs spider makes web from silk in its body the silk is very light and very strong some spiders live under the ground تعيش بعض العناكب تحت الأرض others يقصد بها أخرى أو بعض الآخر العناكب make webs webs يصنع بعضها شبكات webs شبكة webs شبكات spider makes a web from silk in its body يصنع العنكبوت لاحظة وضعنا اسم المفرد الغاب لذلك المفرد شبكة web from من silk الحرير إذن silk حرير in في its body في جسمها إذن هذا ضمير ملكي مثل my name اسمي my أيضاً مع لأن عدنا عن كبوت يأخذ الضمير it ضمير ملكي بيكون my لكن هنا غير عاقل نستخدم its body من الحرير في جسمها the silk is very light and very strong الحرير يكون light يعني خفيف جداً light نعرف light أيضاً جمعاتها خفيف light أو very light خفيف جداً and very strong وقوي جداً do spiders eat يعني ماذا تأكل العلاكب كما قلنا do فعل مساعد يساعدنا بتشكيل السؤال لنعودنا حقيقة المية must spiders eat insects some very big spiders eat mice and small fish too must spiders eat لاحظ تأكل معظم العلاكب الحشرات some لحظ نضع هنا فاصلة مثل بالعربة جملة اعتراضية some very big spiders eat mice and small fish بعض 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 العلاكب تأكل الفئران لكن البعض يعطينا more information مثل كما قلنا جملة نسمية اعتراضية تعطينا معلومات اكثر عن العلاكب هذه some spiders or some very big spiders يعطينا العلاكب الكبيرة جدا لاحظ مباشرة ممكن نحذف هذه مباشرة نستخدم some eat mice البعض تأكل mice الفئران mouse فأر mice فئران and small fish والسمك الصغير two أيضا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن ants and mammal spiders والعلاكب أخذنا بعض الكلمات التي ساعدنا على تطوير لغتنا الانجليزية أتمنى قدمت شيء للفايدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته